البلعزي زيدة كانت فما معلومة انه كان في برج الرومي ما كانش في المرنجية وعلى اثر سماع الادارة انه فما مخطط للتهريب تم نقله للمرنجية ما خطورة المتهمة ذي البلعزي الارهابي اخطر ارهابي ولهو علاقات كبيرة ياسرة مع امنيين فساد من بينهم صديق محمد الرويسي المجنون فاهمني ولا لا مش يبدأ تعرف الناس عنده علاقات علاقات سيئة جدا هذا الارهابي هذا مش نحكي لكم عليه البلعزي هدايا هو اللي عمل العملية معناتها المتسبة في العملية متاع محكمة بن عروس ودخل ارباك كبير ياسرة مع بين العدالة والشرطة وكانت مقصودة وقتها كانت مقصودة بشيكسروا زير الداخلية معناتها فاهمني ولا كانت مقصودة وصار اللي يحبوا عليه صار فهمتني وعركة صارت بين القضاة والمحامين والمحامين وصارت وعمل وهذا يد اليمين نقول لك يد الامين بتاع بشير العاكرمي على خاطر بشير العاكرمي سيبوا من السجن من اللول فهمني ولا لا وزاد جاب التاريقة اللي كذبوا عليها فينا وكذبوا على الشعب التونسي وقال البلعزي يتلعب بتصريح قال راني السلاح بتاع شكري اللي قتل بيه الشهيدين شكري بالعيد والبرهبي نفس السلاح عندي ما نحكي عليها السلاح هذا هو نفس السلاح قال راني يرميته في البحر فهمني ولا لا بشي يغطيوا كل شي وجابوا فرقة الضفادع وفرقة كذا وبدأت تتفركز والشي اللي وهموا الشعب التونسي بالكذب اللي بشتعرفوا اللي هو بشير العاكرمي عنده ويد هذا هي اللي تثبت في المنظومة المنظومة السجنية والمنظومة منظومة العدالة ككل على كل حال ما زلنا بنش ان نوضح لك على البلعزي هادي زلوا ثمانية دقاعي قاية حاولوا بش نحكيو على برشة التصوصيل البلعزي هادي اخطر اخطر ارهابي وراه مندفع جدا معناتها يعني تخل ويعمل ما عندوش حتى شاي وشوفناها نحنا في البقالي هو تخلى هو الولاني ونقز معناتها بالصورة منقز هو الولاني البلعزي هو اول واحد اللي أخرين مؤخري التالي هو اول واحد البلعزي مختر جدا فهمتني ونقلوه من السجن وهزوه للسجن الاخر الا غاية بيش يخرجوه بيش يحضروه بيش يخرجوه لكن انا اراني برشا مرات حكيت على السلاح متعل انا انا بش قلت برشا مرات على السلاح اللي قتلوا به معلتها شو هداء نفس السلاح هو براونينك البرونينك هدايا راو سلاح امني هاي الكاميرا اي انا بش نوريك انا وريتها برشا مرات وريتها برشا مرات والنيابة العمومية لحد الان ما عايته ليش لكن انا بش نوضحها انا بش قل لك حتى السلاح متاعش كون اليوم بش خلي تتفضل مشكلة وهتها اللي لعبة هذا رقم السلاح اللي قتلوا به شكري بالعيد والبراهبي نفس السلاح مش واضح مش واضح حتى ونصور التصويره ونحطوها توته فضل هاي شكرا هداك نفس السلاح نعطي الرقم متاع هو رقم امني انا بيدي انا بيدي للي كملت معانتها المهمة متاعي الامنية كان عندي براونينك نف مليمتر البرونينك هداك اه تمشتكوا لي يخرج بيان معانتها بيان وقال معانتها انا بش نقلب البحث ما يقلبش البحث راو راو سلاح هدايا سلاح هدايا اطلق به النار كمال القذجادي يعني سلاح امني تم تسليمه لكمال القذجادي على خاطر كمال القدقادي ثم حاجات اخرى تو نقولها انا على خاطر فات مني قلت على هيدا باش نعاود اراوا سلاح هدايا سلاح الامني اي وعملوا تحاليل باليستية في بلجيكا وعملوا كذا هو سلاح عنا موجود مخبي عنا نحنا باش ما نجمش نقول اللي هو باش ما نشدوش عليها نقول اللي هو بتاع عبد الكريم العبيدي اما سلاح خرج من عند عبد الكريم العبيدي باش الناس كل تعرف ها وانا اقولها ديريكت خرج السلاح هذا من عند عبد الكريم العبيدي على خطر كان مسؤول على خزينة اسلحة متاع متاع السيكوف متاع حماية الطائرات يعني اثارات واعوان حماية الطائرات الخزينة كان مكلف بها هو وعنده هو سلاح وعنده كرتوش لو كنا هدو مجرمين خاطرين جدا ارهبين من اخت المفرمة نحنا البلادنا لولا الشرفاء لولا الامنيين لولا الامنيين الشرفاء وهما عدة وكثرة وموجودين لامنيين الشرفاء بالالاف الشرفاء لبلادنا لا كانت مشات حمدولله شوف ما شاء الله نحنا توا باش نعيشوا في امان بقدرة ربي وهذا ما نطمن به الشعب التونسي